السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعدنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب أخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضلي عبد العزيز أهلا عليكم الشيخ عليكم السلامة الله الشيخ أنا قريت لآيات هذه اللي ليس له في الآخرة من خلاق أي قريت تفسيره يعني بعد ما لني أنا مرات أصلي حين أقول مرات أصلي صلوات يعني أنه عندي نية لله أنه حاصل أجر القيامة وأنه طبيعي أن الله يسر النسان بمورة حياتية وشيء في العام فهل أنا أدخل فيها لآية ليس له في الآخرة يعني من خلاق يعني قصدك أنك تصلي لله وأيضا تبتغي شيء من الدنيا لا أنا ما أبغي شيء من الدنيا لكن أقول طبيعي اللي يصلي ولي عبد الله أنه لله رح يسر أمورة أي إن شاء الله إن شاء الله ولا قصدي أصلا لله لكن بس أنا أقول طبيعي اللي يصلي صلوات بالفشر بشكل عام أنه الله رح يسر لهم في الدنيا فهل تفكيري صحيح هنا ولا لازم أفكر إن شاء الله عبد العزيز مرحبا مرحبا فضل محمد السلام عليكم فضلك الشيخ وعليكم السلام محمد الله أنا ناوي إن شاء الله أسوي صدقة جارية نعم وعزلت مبلغ بس المبلغ ما حددت شيء يعني أسمي الاختياجاتي واليبقى المبلغ إذا الله يعني وفقني أسوي صدقة جارية والمبلغ الحقيقة يعني ما يمكنني أبني مسجد أو جامع أو حتى منطلة مجرد مساحة فالسؤالي من فضلك هل أساهم في مسجد كبير في مدينة مثلا أو إذا لقيت مسلطة غير في قرية والقرية تفتقى مثلا لعدد المساجد أيهما أفضل إن شاء الله محمد ومن فضلك إذا مثلا اختطعت جزء من هذا المبلغ يعني جزء قليل وتورعت بي لمرضى السرطان عافنا وإياكم الله هل هذا يعتبر صدقة جارية يعني كعلاج أو شراء أدوية تعرف جدا موقفة الأدوية وتستورى من الخارج نعم إن شاء الله يا محمد إن شاء الله مرحبا مرحبا فضل أبو علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شك مرحب أبو علي عمرك من أكثر ذنب مثلا قبل خمسين سنة كما تقصير في الصلاة والصوم كيف في هذا الحالة كيف يسوي يعني كيف ارتكب ذنب قبل خمسين سنة أيه قبل خمسين سنة مثلا قصر في الصلاة والصوم أي قصر في الصلاة يعني نعم إن شاء الله سؤال ثاني أبو علي لا أشكرا مرحب أبو علي مرحب أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك شيخنا مرحب أخي أبو محمد الشيخ عندي سؤال واحد فضل أخوي هل يجوز أنه أقترض مال لأداء العمرة ومباشرة بعد الرجوع من العمرة أنجي قدرة أني أسدد المبلغ شاء الله أبو محمد أزاك الله خير مرحبا مرحبا طيب أكتفي بهذا القدر الأخ عبد العزيز من الشارق بارك الله فيه يسأل يقول إذا كان الإنسان يصلي الصلاوات لله عز وجل يعني ويخطر في باله ويجي في نفسه أنه تتيسر أيضا أموره في الدنيا يقول هل يدخل هذا تحت قوله تعالى ليس له في الآخرة من خلاق عبد العزيز بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا أخي الفاضل لا بد أن نعلم بأن العبادات لا بد أن تكون لله ممحوظة خالصة لا يشوبها شيء من حضوظ الدنيا أو شيء من أمور الدنيا فالعبادات مبنية على التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل العبادات مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من حيث الأصل من حيث الأصل ولذلك قال جل وعلا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين والخالص قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين وهذا من حيث الأصل أما من حيث ما يكون من الله عز وجل فالله جل وعلا شكور الله سبحانه وتعالى شكور حتى ولو لم يخطر في بالك ويأتي في نفسك شيء من هذه الأمور فالله عز وجل شكور ولذلك قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلن نحينه حياة طيبة ولنجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأحيانا أخي الفاضل الإنسان خاصة في السنان والنوافل والتطوعات يلجأ إليها لأنه يعيش في كربة في أزمة ويطلب من الله عز وجل أن يفرج كربته فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في السنان بإسناد حسن قال داووا مرضاكم بالصدقة المرض الواقع والمرض المتوقع كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال فيدخل في الصلاة ولذلك الإنسان إذا مرت به أزمة أو يعني أمر من أمور الدنيا يلجأ إلى العبادة والطاعة لأن الله تعالى شكور لكن من حيث الأصل أصل العبادات والطاعة هي لله عز وجل ممحوظة خالصة له لا يشوبها شيء من أمور الدنيا ولا شيء من أمور الرياء أو السمعة أو يعني شيء من هذا القبيل وإنما لله عز وجل لكن الله تعالى كما ذكرت لك شكور سبحانه وتعالى لذلك تجد أسعد الناس أسعد الناس أهل الصلاة أسعد الناس أهل الصدقة والله عز وجل يدفع عنهم من البلاء لو علموا به لما تركوا شيء من أموالهم إلا تصدقوا به ولما فتروا عن الصلاة ولما ضعفوا عن الصيام أبدا لو كشف لهم الغطاء وكشف لهم كيف أن الله تعالى رد عنهم بلايا ومصائب لرأوا عظيمة منة الله عز وجل عليه فيا أخي الفاضل أنت على خير ما شاء الله صلواتك وكذا لكن بالنسبة لهذه الفرائض وهذه الواجبات هذه ممحوظة لله وثق بأن الله تعالى يجازيك عنها الجزاء الأوفى في الدنيا ويوم القيامة أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول ناوي تسوي صدقة جارية تقول ما حددت المبلغ لكن أريد أن أنهي احتياجاتي وضرورياتي ثم بعد ذلك أطلع المبلغ تقول يعني هذا المبلغ ليس بذاك المبلغ الذي أبنى به جامع ممكن أساهم في بناء جامع ممكن يعني مصلى صغير مثلا في مدينة لا يوجد فيها مساجد كثيرة يعني مثلا أوقف هذا المصلى و شيء من هذا القبيل أختي أم أحمد بارك الله فيك و رضي الله عنك و تقبل الله منك و هذا عمل صالح و أبشر بخير النبي عليه الصلاة و السلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث و ذكر أولا ما ذكر صدقة جارية و الصدقة الجارية هي الصدقة التي يبقى أجرها و ثوابها ببقاء عينها مثل مسجد مثلا أو حفر بئر أو طباعة مصاحف أو طباعة كتب الدواوين السنة النبوية مثلا أو بناء مستشفى أو بناء دور للأيتام أو بناء مثلا أو معدات طبية مثلا تبقى وتدوم هذه كل من الصدقات الجارية الجارية ما بقيت هذه العين ما بقي هذا الشيء إذا احتسبه الإنسان لله عز وجل أخت الفاضل بارك الله فيك لا شك بأن الإنسان إذا استقل بصدقته الجارية أفضل من أنه يساهم مع غيره هذا من حيث الأصل يعني أنت تقولي والله أنا حابة أني أبني شيء لي يعني صدقة جاء أبني مسجد مثلا أبني مثلا شيء من الأشياء التي تبقى وتدوم يعني مدة زمنية طويلة عمرها الافتراضي طويل مثلا هذا لا شك بأنه أفضل ولذلك لو أنك الآن تقولي والله أنا ما أستطيع أبني مسجد أو جامع في بلدتي لكن أستطيع أبني مسجد أو جامع في دولة من الدول الإسلامية في شرق آسيا أو في أفريقيا مثلا أقول لك افعلي هناك أفضل لأن هناك في الغالب حسب ما رأيت أنا عند بعض الجمعيات التي تعتني بهذا الجانب المسجد هناك المسجد اللي يبنى تقريبا في بلادنا ممكن يبنى الإنسان أربع مساجد هناك لأن القيمة يعني النقد عندهم أو القيمة قيمة العملة اللي عندهم قليل وليد العاملة كثيرة أيضا فيكون هنا والمواد أيضا قليلة فممكن تفعلين هذا يا أخت الفاضلة تقولي والله صعب علي ما أعرف أحده شيء ساهمي مساهمتك في هذا المسجد أيضا لك يكون صدقة جارية لك بالجزء الذي تبرعت به في هذا المسجد لكن مصلى لا ما أنصحك لماذا لأن المصلى لا يأخذ أحكام المسجد المصلى ما يأخذ أحكام المسجد من كل وجه ولذلك الآن المصليات الموجودة في بعض البنايات أو الأبراج أو في بعض الجهات إذا جاء صاحب الأرض له الحق يقول والله توكلوا على الله أنا أبغى أرضي أبغى شقتي أبغى الستوديو هذا أبغى الصالة هذه التي جعلتها مصلى أنا أريدها أنا أريدها ذي ملكي ليش لأن المصلى شيء مؤقت اسمها مصلى اسمها مصلى ليس مسجدا فلذلك أنا ما أنصحكي أختي الفاضلة أنك تضعين أموالك صدقة جارية في مصلى ضعيها في مسجد داخل دولتك أو خارج دولتك إذا ما استطعت ساهمي في مسجد أو جامع بالمبلغ اللي تستطعين أو تشتري مصاعف مثلا تضعينها في هذه المساجد بارك الله فيك أم أحمد من العراق بارك الله فيها تقول يعني ممكن أختطع من هذا المبلغ الذي أريد يعني جعل صدقة جارية لمرضى السرطان الذين يعانون ولا يحصلون على أدوية إلا من الخارج أختي أم أحمد بارك الله فيك لا شك بأن الصدقة على المرضى الفقراء الذين لا يجدون القدرة على شراء الأدوية ولا يجدون القدرة على دفع ثمن العمليات مثلا ولا يجدون القدرة على شراء مثلا بعض الأشياء اللي يستعينهم فيها على يعني أمور حياتهم كالأسرة الطبية أو الكرسي المتحرك مثلا أو الأطراف الصناعية أيضا أو مثلا بعض المرضى الذين عندهم أدوية مستمرة طوال حياتهم هذا من أفضل الأعمال ليس هناك أجمل وأفضل من أنك ترفعين ألم عن مريض مسلم مثلا يعني تحرصين على أن تساعدي بالقدر الذي تستطيعينه في رفع آلام هؤلاء المرضى أو جاع هؤلاء المرضى وعانت هؤلاء المرضى على أمور الحياة يعني أحيانا أنا سبق أني تكلمت يعني مثلا مدينة فيها مساجد لدرجة أن من كثرتها الصفوف قليلة جدا الصفوف قليلة جدا وهذا يدل على أن هناك أهل خير وناس عندهم رغبة في الخير لكن أحيانا أحيانا إطعام جائع أفضل من بناء مسجد في مدينة فيها مئات المساجد كسوة إمرأة أرملة ما تجد شيء أفضل من بناء مسجد في مدينة فيها مئات المساجد شراء أدوية وعقاقير أو شراء مثلا معدات طبية لمريض قعد به المرض وأصبح في حكم الميت وهو حي ومحاولة إنعاشة بمثل هذه المساعدات بعد توفيق الله عز وجل أفضل من أني أبني مسجد يصلي في خمسة أو العشرة لأن المساجد في هذه المدينة كبيرة جدا والشريعة التفتت ولاحظت هذا الشيء في قضية التفاضل بين الأعمال ولذلك يا أختي الفاضلة إذا أنت تعلمين بأن هناك مرضى مرضى سرطان عافى الله الجميع ويعانون وعندهم أدوية ولا يستطيعون يعني يحصلون عليها لقل ذات اليد ما عندهم قدرة مادي لا أفضل أنك تساعدين هؤلاء يا أختي الفاضل ساعدي هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم وأخو المسلم المسلم أخو المسلم بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فلذلك تلفاظ لهذا عمل جليل حتى لو كانت صدقة مقطوعة حتى لو كان صدقة مقطوعة هذا من أجمل حقيقة وأفضل ما يقدمه الإنسان وأنا حقيقة سبق أني ناديت يعني أرباب الأموال والتجار والأغنية وكل من عنده قدرة أن يلتفتوا إلى الوقف الطبي وأنا لرسالة في هذا كتبت في هذا شيء يلتفتوا إلى الوقف الطبي أغلب الناس الآن ما عندهم فكرة عن الوقف الطبي لو زاروا دائرة الأوقاف واستفسروا وجدوا عندهم أشياء عجيبة جدا يعني أغلب الناس الآن فكرة دائما الوقف مسجد دائما الوقف مثلا مصاحف صحيح هذا من أعظم الوقف لكن في أوقاف أخواني وأخوات تدرون بعض الناس يعني كان في حكم الميت سبحان الله العظيم لكن لما وجد إنسان يساعده أطراف صناعية مثلا وفر له الكرسي المتحرك وبعضها كراسي كهربائية عاش حياته وبعضهم توظفوا لله الحمد توظفوا عاش حياته ومارس حياته بشكل طبيعي وأصبح يخرج ويدخل ويمارس عمل بعض الناس الآن وفرت لهم حتى أسرة طبية على مستوى يعني فيه مراعاة لحالة المريض من توفير بعض الأشياء داخل هذا السرير يعني نفع الله عز وجل به نفعا عظيما فيا أخواني التفتوا لمثل هذا الأمر والإنسان يخطو خطوة مثلا أو يتصل إلى الجهات يعني أم أحمد جعلتني أتوسع في هذا الأمر وتشكر يروح إلى الجهات الوقفية ويسألهم يسألهم يبذل ما تفعله من خير يعلمه الله وأي إنسان يعمل شيء يقدم لآخرة وما في أجمل أن الإنسان يعيش للآخرين يرفع آلامهم يساعدهم يقف معهم يعني يحرص قدر المستطاع بحدوده وإمكاناته إنه يجعلهم ينتقلون وينتشلهم من حالة البؤس والفقر وحالة الألم إلى يعني شيء ممكن أنهم يرتاحون فيه ويسعدون بارك الله فيك يا أختم أحمد أبو علي من العين يقول شخص ارتكب يعني ذنوب قبل خمسين سنة تفريط في الصلوات والصيام يقول ماذا عليه يعني هل يغفر الله عز وجل لها هل مثلا بقية الأعمال تكفر مثلا أخي أبو علي بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم بأن الدواوين ثلاثة دواوين ثلاثة ديوان هذا لا يغفره الله عز وجل يعني ذنبي العبد ربه لا يغفره الله عز وجل ما هو الشرك بالله عز وجل فمن لقي الله مشركا لا يغفر الله له قال جل وعلا إن الله لا يغفر أيش رك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الديوان الثاني الديوان الذي لا يترك الله منه شيء هذه الحقوق اللي بينك وبين الناس أخذت مال أحد اغتبت أحد شتمت أحد لعنت أحد مثلا من الناس افتريت عليه إن شاء الله الفعل عنك بعيد يا أبو علي أنا أتكلم كقاعد عام يعني مثلا غصبت ماله اعتديت على عرضه سفكت دمه مثلا ضربت بشرته يعني شيء من هذا القبيل هذا حقوق هذا الله عز وجل يجعل يوم القيامة قصاص بينك يا أيها الإنسان وبين الآخر حتى لو كان شات جلحة شات قرناء يعني نطحت شات جلحة اقتص الله عز وجل من الشات الجلحة من الشات القرناء يعني الله حتى البهائم اللي يظلم بعضها بعض في الدنيا الله عز وجل يعطيها القصاص يوم القيامة كذلك الإنسان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عنده مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع وهذا صحيح هذا إفلاس الدنيا لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين إفلاس الآخر الحقيقي هذا الإفلاس الحقيقي قال المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا سفك دم هذا وأخذ مال هذا يعني مظالم مع الخلق فيأخذ من حسناته ويعطى للمظلوم حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئات المظلومين فكبت على سيئاتي ثم ألقي في النار نسأل الله العافية والسلام طيب الديوانة الثالث وهذا جواب على سؤالك يابو علي ها الثالث هذا اللي بينك وبين الله عز وجل اللي أنتم قصر في الحقوق اللي بينك وبين الله بينك وبين الله عز وجل طبعا غير الشرك الشرك لا يغفره الله الكفر لا يغفره الله هذا اللي صلاة تركتها وعوت زكاة تأخرت فيها ثم طبت إلى الله عز وجل وشيء من هذا القبيل أنا أفترض الآن شخص لقي الله ترك صلاة ترك صيام يوم ترك شيء الله عز وجل غفور الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء ولذلك إذا كان الإنسان ملتزم الصلاة ملتزم الصيام ملتزم الزكاة ثم حصل منه تقصير فيها داخلها فالله يغفر سبحانه وتعالى لأن الله جل وعلا رحمته وسعت كل شيء والله جل وعلا رحمان الدنيا والآخرة والله عز وجل وعلا عفو وغفور سبحانه وتعالى هذا إذا لقيت الله وأنت أخطأت أما إذا لقيت الله عز وجل ثم تداركت هذا النقص وهذا التقصير وهذا الخلل أبشر بخير لأن التوبة تجب ما قبلها لكن الله بيذكرك في يوم القيامة حتى تعلم عظيمة فضل الله عليك وعظيم منة الله عز وجل عليك الله عز وجل يغفر الذنوب بالتوبة لكن يوم القيامة يذكر العبد حتى لا يقول إنما أوتيته على علم إنما أوتيته بسبب نشاطي وجهدي لا حتى يبقى يذكر فضل الله عليه الذي من عليه بالتوبة ومن عليه بالإنابة ومن عليه بالعمل الصالح والله لو لا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فلذلك أخي الفاضل إذا لقي العبد ربه فيما يتعلق بالحقوق التي مع الله غير الشرك به فالله يغفر إذا لقيه وقد تاب من هذا التقصير فالله عز وجل يغفر ما سبق لهذا الإنسان وأيضا ما تداركه والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم حمد هات فضل يا محمد محمد من العراق تفضل راح محمد هات فضل يا أم محمد السلام عليكم عليكم السلامة يا شيخ حاب أسأل عن تنتم سافر لمدة ثلاثة سابيع أوروبا أتنقل عبر ثلاث مناطق ألمانيا النمسي السويس فكل منطقة بقيت فيها ما لسة أيام خمس إلى ست أيام فكنت أجمع أكثر في إقامتي للسة أيام هذه خمس أو ست أجمع أكثر كل الأيام كل الصلوات لأنني خلال اليوم كنت أطلع النفس رحلة من بداية اليوم مثلا إلى نهايته فهل هذا صحيح أني كنت أجمع أكثر؟ طيب يا أم محمد شكرا أم عامر السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام تباركاته الله يعافيك عندنا السؤال أول سؤال عن حليب الحمار الحين يعني اللي صايرنا يتداون بحليب الحمار عشان الأكسيمة هل هذا جائز؟ من الثداوي بحليب الحمار السؤال الثاني التبرع بالدم يعني إحنا سمعنا فتوى أن هذه ما تعتبر صدقة لأن الدم نجس وما فيها أجر يعني مثلا إذا الواحد يبين قذحها يتبرع له يعني مثلا نقول لهم احتسب الأجر يقولون لا ما في أجر يبرع في الدم هل هذا الكلام صحيح؟ طيب السؤال الثالث الحين إذا مثلا الأب أخذ فلوس من عيانه وكانه وصار يعني مثلا الدولة أعطت منحة للأبناء للصار وبعدين الأب أخذهم وما رجعهم للأبناء هل يجوز هذا أن الأب يأخذ من أبناء وما يرجع الفلوس هذه هذا السؤال الثالث السؤال الرابع إذا في زوجتين يعني الرجل متزوج سنتين وكل وحدة تشتم الثانية يعني هذه تشتم هذه وهذه تشتم هذه فهل هذا يعني هذا يعتبر ماذا يعتبر هذا يعني هل هذا يعني يعتبر حرام على هذه أنها لازم يعني ما بينهم صلش ولكن أقل خطأ يعني كل وحدة تشتم الثانية ما أدري يعني هل هذا شنو يسمونه يعني يعني ننصحهم بشنو وهل هذه وتكلمون عن بعض هل يعتبرون تعتبر هذه غيبة أو أن بينهم المشاكل هذه هي التي ولدت هذا الشيء أو السبب هو الزوج أنه مقصر بحق وحده فما ندري يليس تقدم لهم نفيحة عبد شريم عامر وجزاك الله خير يا شيخ مرحبا أم من أم صهيب يا أم صهيب من العراق السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله مرحبا أختي الله يبارك لي شيخ أنا عندي سؤال يعني عندي والدي يتوفي وفي البيت مالتا قال ثلث البيت صدقة صدقة جارية فأني عندي أولاد مم الزوجين يعني يصير هاي أخذ من الثلث الصدقة جارية أزوجهم بي أولادي وأني أرملة يعني ما عندي يعني 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 أخذ من هذا الثلث أزوج بي أولادي ما عندي قدرة أختي أنتي ما عندي قدرة لا ولا والوالد حدد حدد نوع الصدق أو قال صدقة جارية لا قال صدقة جارية ثلث يعني قال ثلث البيت صدقة جارية طيب أنتم استثمرتم هذا الثلث ولا علي ما هو عليه لا وبعد يعني نحن ليستثمرين بعد من باع البيت يعني نريد أنبيع بس ورد نعزون هذا الثلث ف وطبعا والدي بس جلها الأختي يعني ما حد يدري به أختي الكبيرة هي تدري به ما كتب هذا يعني لا لا بس كتب لها هيك ورقة يعني قل لها هذا الثلاث يعني صدقة جارية طيب يا أم سهيب أبشري تسمعين الجواب إن شاء الله أشكرك جزاك الله مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة أبو محمد من العراق بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز أني أقترض مال لأداء العمرة وأنا واثق أنني سأسدد بمجرد الرجوع بعد العمرة لصاحب الدين أبو محمد بارك الله فيك بالنسبة لي الشخص القادر على سداد الديون مثل بعض الأشخاص اللي عندهم مثلا رواتب يستلمونها في آخر الشهر وهو حاب أن يذهب إلى العمرة مثلا ولكن ما عنده القدر لشراء التذاكر أو مثلا الحملة يجوز له أن يقترض إذا كان محتاج مثلا إلى الذهاب ويريد فعلا الذهاب يعني اشتاق إلى الحرام يعني يمر بظروف يمر بكذا ما في بأس يا أخي الفاضل طبعا القول الله عز وجل ولله يعني للناس يحجوا البيت من استطاعي ليس به العلماء قالوا استطاعه نوعان ما ليه وبدني هذا في الحج والعمرة واجبة في الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان وجوبها ليس كوجوب الحج لكن مرة واحدة في العمر فالمقصود أن الإنسان في الأصل أنه ما يلزم شرعا أنه يقترض ليحج يقترض ليعتمر ما يلزم شرعا ولذلك تسقط عنه العمرة ويسقط عنه الحج ما دمنه غير قادر ماديا ماليا لكن شخص يقول له أنا قادر أموالي مش موجودة الآن مثلا أنا أستلم راتب آخر الشهر أحتاج مبلغ أو بعض المبلغ مثلا ما فيه بأس في مثل هذه الحالة بشرط طبعا أنه يخبر صاحب الدين بأنه رايح العمرة وأنه سجل هذا الدين ووثقه على أنه إن شاء الله إذا رجع يسدد وإذا قدر الله شيء فيأخذ من تركة هذا الإنسان أم محمد بن دبي تقول بأنه كانت مسافرة ثلاثة أسابيع وكانت تتنقل بين دول ومناطق كل ستة أيام وشيء من هذا القبيل تقول كنت أقصر وأجمع يعني في هذه الرحلة تقول ملحكم أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للمسافر يترخص برخص السفر التي جاءت في القرآن والسنة ومن ذلك القصر قصر الرباعية وأيضا الجمع بين الصلاتين النهاريتين والجمع بين الصلاتين الليليتين إن احتاج إلى ذلك وكذلك الفطر إن كان صائما صوما واجبا أو مسنونا وأيضا المسع على الجوربين والخفين ثلاثة أيام بلياليهن ثلاثة أيام هذه كلها رخص السفر التي جاءت في القرآن والسنة بالنسبة لك أختي الفاضلة يعني إذا كنت تقولين تتنقلون من مدينة إلى مدينة وأيضا من دولة إلى دولة ما في حرج حتى لو مكتتم ستة أيام في هذه الدولة وستة في هذه ما في بأس ولله الحمد والمنى أم عامر من الكويت بارك الله فيها تسأل عن حليب الحمير تقول يعني الآن كثر استعماله ويستعملون في علاج الأجزيمة وشيء من هذا القبيل أخت الفاضلة أم عامر بارك الله فيك بالنسبة للحمار يحرم أكل لحمه وما حرم أكل لحمه حرم ما يصدر منه ويخرج منه مثل الحليب مثلا حليب الإتان اللي هي أنثى أنثى الحمار فلذلك لا يجوز للإنسان أن يستعمل حليب الإتان وهي أنثى الحمار في التداوي أو في المنظفات مثلا أو في الصابون أو في شيء من هذا القبيل للقاعدة الشرعية أن كل نجس فهو محرم كل نجس فهو محرم ولذلك الحمار النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أكله وقد كان يؤكل سابقا كان يؤكل سابقا وقضية أن علاج الأجزيمة لا يكون إلا بمثل هذا هذا كلام يعني يحتاج إلى نظر يعني وإذا نظرنا ليس هناك إجماع عند الأطب حتى لو أجمعوا فإجماعهم لا يكون معتبر في مثل هذه الصورة التي تتعلق بالشرع تتعلق بالشرع ولذلك تلفاضل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه وقد حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني الحمير الحمير إنما للركوب وللاستخدام أما الحليب وأما لبن الإتان أو مثلا لحم الحمير هذا كله مما هو محرم أم عامر من الكويت تسأل تقول يعني بالنسبة للتبرع بالدم هل صحيح بأنه ما يكون صدقة سمعت تقول هذا الكلام قالوا لأنه نجس وليس فيه أجر أختي أم عامر بارك الله فيك بالنسبة لي الدم المسفوح نجس بالإجماع الدم المسفوح نجس بالإجماع سواء خرج من إنسان أو من غير الإنسان وبالنسبة للتبرع بالدم الموجود حاليا لا شك بأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل على الخلق وعلى العباد ذلك أن الطب تطور ولله الحمد والمنة وهناك حالات حريجة تصل إلى يعني حد الموت لكن الله تعالى يسر مثل هذا الأمر وهو التبرع بالدم لإنقاذ الأنفس المعصومة ولمساعدة من يعني يقع في مرض أو في حادث مثلا ويحصل لديه نزيف مثلا ويحتاجون إلى دم بنفس الفصيلة هذه نعمة من نعم الله الله جل وعلا يقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولذلك أخت الفاضلة يعني كلام بعض العلماء بأنه ما يؤجر عليه بناء على هذا الأمر يذكرون يذكرون لكن حتى لو قلنا بهذا فيكفي الأجر العام يكفي الأجر العام ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بارك الله فيك ولذلك يؤجر على هذا الأمر هو يؤجر على هذا الأمر بارك الله فيك أم عامر من الكويت تقول يعني الدولة أعطت منحة لبعض الأولاد وقام الأب فأخذ هذه المنحة وما أرجعها إليهم إلى الآن أختي أم عامر بارك الله فيك بالنسبة للأطفال لهم ذمة مالية مستقلة وإن كان محجور عليهم حجر الصغر هذا من قبل ولي أمرهم فالطفل يملك الطفل يملك المال لكن محجور عليه من قيل بيلي أبيه مثلا أو ولي أمره مثلا فهو الذي يتصرف في أمواله من حيث تنمية المال والاتجار بالمال ويجب عليه أن يخرج الزكاة زكاة هذا المال ولذلك الأب يجب عليه أن يحفظ أو أن يحافظ على مال أولاده وأن لا يعرض هذه الأموال للخطر وأن لا أيضا يضع يده عليها يد ملك وهو غير محتاج إلى ذلك ما يجوز له هذا هذه الدولة إنما أعطت الأولاد ووكلته هو في القيام عليها بقضية المحافظة عليها والصرف على الأولاد وتوفير الضروريات والحاجيات مثلا ونفقة الأولاد واجبة على أبيهم حتى البلوغ حتى البلوغ يجب على الأب أن ينفق على أولاد أن ينفق على أولاد حتى لو كانت الدولة تعطيهم منحة المنحة لهم لكن عموما إذا كان الأب محتاج مثلا والحاجة ضرورية فيجوز له أن يأخذ من مال أولاده بما لا يجحف برأس المال ولا يقضي على رأس المال يعني ما أفترض مثلا الدولة تعطي الأولاد مثلا مثلا 200 دينار كويتي مثلا وهو يقول أنا محتاج أنا عندي فواتير استهلاكية هواتف كهرباء ماء عندي أشياء كثيرة ممكن يأخذ لكن ما يجحف برأس المال يعني يأخذ بحدود عفوا 20 دينار 30 دينار مثلا 40 دينار هذا ما يجحف خاصة إذا اجتمع إذا أخذ من الجميع يجتمع عنده مبلغ جيد أما أنه يسطع على المال ويخفي هذا المال ويقول ليس لكم شيء لا هذا ما يجحف يراجع الأب نفسه في مثل هذا العلماء نصوا على جواز أخذ الأب من ابنه أو من ولده عموما بما لا يجحف رأس المال استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد حسنه جمع من أهل العلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك لكن العلماء ما قالوا أنت ومالك لأبيك على الإطلاق وإنما قالوا لا بشروط ومن جملتها أن لا يجحف برأس المال وأن لا يأخذ من ولد ويعطي ولد آخر وأن لا يأخذ بما هو من ضروريات الولد طبعا إذا قلت أطفال هؤلاء أطفال هؤلاء يجب على الوالد أن يراعي المرحلة السنية التي هم فيها محجور عليهم حجر صغر فيجب أن يراعي هذا الجانب وأن يحفظ لهم الأموال وينميها وأيضا عليها أن يزكي هذه الأموال إذا حال عليها الحول فضل عبد الملك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلامة وبركاته ياكم الله شيخ ربارك فيكم فيك بارك أهلا وسهلا شيخ ربارك الله فيكم أريد أن أسألكم عن حكم فسخنية القضاء قضاء الصيام قبل الفجر يعني رجل عليه قضاء من رمضان أراد أن يقضي في اليوم الثاني وقبل الفجر غير هذه النية فهمة بالإصطار نعم إن شاء الله بارك الله فيكم فيك بارك أمت الله السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أزاكم الله خير على هذا البرنامج إياكم شيخ عندي ثلاثة السلام نعم أنا عند أمي بنت خالة وتقول هي أمي يعني في الزمان الماضي أنا كانت هي ما يعرفون يعني الزوج اللي يزوجوها إياه يعني مش من طائفتهم مش من الطائفة السنية مم فالله يرحمها توفت فيوزن حين حين نتصدق عنها وندقي لها على الرغم أنها مش من الطائفة السنية يعني هذه تقول أنت عند أمك بنت خالتها هي يعني بنت خالتك تقول أمي يدها أنه ما كان يعرف أنه مش من الطائفة السنية عشان تي يدها ما يزودها يزودها إياه وما تعرفون يعرفون أنه من الطائفة السنية مم طيب الآن تسألين عن الدعاء لها هي يمكن الدعاء لها شعر مع أنها كلمت أمي في حياتك يعني عن الموضوع هذا مم شعال سؤال ثاني السؤال الثاني شيخ يوم الجمعة لازم نقرأ صورة السجدة ونقرأ صورة الإنسان أنا عكست كيف عكست يعني يوم الجمعة قريت أول شيء الإنسان بعدين قريت صورة السجدة عكست يعني أهي عكست نسيبت أنت حافظة يعني الإنسان والسجدة أيوة شاء قبل السلام قبل السلام أيضا طيب السؤال الثالث السؤال الثالث يا شيخ إن شاء الله نحن حاجزين على مكة والمدينة خمسة أيام في المدينة وخمسة أيام في مكة فأنا خايفة أروح هناك بيني الدورة فماذا سوي إذا سوي إذا رحت هناك وقنت فيها شاء سوي شاء الله أمت الله إذا كالله خير يا شيخ على هذا القرنام مرحبا أختي نورة سلام عليكم يا شيخ وإليكم السلام أمت الله يا شيخ أنا عندي سؤالين السؤال الأول أنا أعرف أنه النوم على البطن مكروف وأنا بأبو حين أنا ننام فأنا خايف وأنا نايم أخذي سن طيب يا نور والسؤال الثاني مكشف الوجه حرام طيب يا نور أنا مثلا اليوم أعمر وكذا نكشفه في النقاب ما يدود فأنا مدري أخو اسم ولا لا في العمرة يعني ايه في العمرة شاء الله يا نورة شكرا يا شيخ مرحبا أختي عبد الرحمن السلام عليكم السلام لو سمحت هل إنسان يوم يقتل إنسان بدون عمد بدون أي سبب هالشخص يدخل الجنة ويكون من الشهداء ولا عادي يعني قتل خطأ لا مش خطأ يعني مثلا أنا يالسل ويا واحد تبحني بدون أي سبب ولا أي شيء يعني المقتول مظلوم أيوة مظلوم هل أدخل الجنة ويكون من الشهداء ولا طيب يوم عبد الرحمن شكرا يا عبد الرحمن مرحبا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع ومناصر من الكويت تقول يعني رجل متزوج امرأتان متزوج عند زوجتين تقول كل واحدة تشتم الثاني هذه تشتم هذه وهذه تشتم هذه يعني تقول يعني هل هذا حرام وكيف ننصحهم وهل إذا كان وعني وهل هذا سبب الزوج يا أختي أم عامر بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له أن يتخلق بخلق اللعن والشتم والسب والتجديع هذا كله محرم الله جل وعلي يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله هذا من الله عز وجل يأمرنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش المؤمن لا يجوز له أن يلعن ويشتم ويسب هذا كله ليس من أخلاق المسلمين هذا ليس من أخلاق المسلمين إنما من أخلاق المسلمين الصدق والأمانة والإخلاص وتطهير اللسان من هذه المفردات السيئة من السب والشتم هذا على سبيل العموم أما على سبيل الخصوص فلا يجوز لي المرأة أن تسب ضرتها مثلا أو تلعنها أو تشتمها أو تغتابها مثلا هذا كله محرم النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة رضي الله عنه حسبك من صفية أنها كذا صفية بنت حيي أم المؤمنين كانت قصيرة هي جميلة كما جاء في سر لكنها كانت قصيرة فقال قالت عائشة حسبك يا رسول الله من صفية أنها كذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا لمزجته أو لا أفسدته فكانت عائشة تقول صفية هي قصيرة أنا ما أقول شيء لكن لما وضعت يدها بهذه الطريقة قال الله أنه سيئة قلت كلمة يعني كلمة سيئة لو مزجت بماء البحر لا أفسدته أو لمزجته وتقول حكيت إنسانا مرة فنهاني وزجر النبي عليه الصلاة والسلام تقول ما حكيت إنسانا يعني ما سوت حركة هذا الإنسان لبعض الناس يقول فلاني سوي كذا فلاني فعل كذا تقول ما حكيت إنسانا خلاص منعها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك اقتل فاضلة يعني للأسف الشديد يوجد عند بعض النساء اللي زوجها معدد للأسف الشديد ترتفع عندها يرتفع عندها مستوى سوء الأخلاق للأسف وتبدأ ليل و نهار شتم و سب في زوجها الأخرى و ربما افترت عليها و ربما تبلتها و ربما وضعت فيها كل سيئة و هذا لا يجوز يا أخواتي المرأة هذه مسكينة و الله هذه المرأة التي تشتغل في السب و الشتم و اللعن و الله مسكينة هذا يأخذ من حسناتها قبل قليل ذكرت حديثة أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس يقول النبي عليه الصلاة و السلام المفلس من أمة من يأتي بصلاة و صيام و زكاة و يأتي و قد شتم هذا و ضرب هذا و قذف هذا و سفك دم هذا و أخذ مال هذا فيأخذ من حسناته حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم يعني المظلومين قبل أن يقضى عليه ثم ألقي في النار و العياذ بالله نسأل الله العافية و السلام الشريعة حتى المظلوم يعني يجب أن يكون معتدل في أخذ الحق حتى في الدعاء شخص مظلوم الآن أفترض هذه المرأة لأحدى الزوجته مظلوم إذا أرادت أن تأخذ حقها في الدنيا ما يجوز لها تتجاوز في الدعاء و ما يجوز لها تتجاوز في الاعتداء يعني إذا أخطأت في حقها علشان معون و صحا ما تروح تلعنها وتلعن أبوه و أمها هي تصير ظالمة المظلومة هذه تصير ظالمة النبي عليه الصلاة و السلام لما سرقت عائشة سرق منها سارق فأخذت تدعو عليه فالنبي عليه الصلاة و السلام قال لا تخففين عليه عليه العذاب لا تخففين عليه الجزاء يوم القيام لأن كثرت الدعاء عليه يوميا هذا بيخفف عنه يوم القيام يأتي ما كأنه سرق لماذا لأنك أنت أيها المرأة و أنت أيها رجل أكثرتم تجاوزتم الحد في قضية الدعاء على الظالم أو الدعاء للسارق أو الدعاء لكذا لذلك يا أخواتي أنا أنصح كل إنسان و كل يعني أنصح كل مسلم و كل مزلمة بتقوى الله عز وجل و ترك اللعن و السب و الشتم النبي عليه الصلاة و السلام حرم لعن البهيمة لما لعنت امرأة ناقة في الحج بسبب أنها سكرت الطريق سكرت الطريق فما مشت انحرجت أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمام الناس فقالت لعنك الله فقال الله سلام لا تصحبنا ناقة ملعونة لا تصحبنا ناقة ملعونة و أيضا لما أحد الصحابة كان يعتقبون البعير البعير يعتقبه الثنين و الثلاثة و الخمسة و الستة فركبه أحد الصحابة و أيضا عسر عليه فقال لعنك الله فقال من الذي يلعن ناقته أو من الذي لعن بعيره قال أنا يا رسول الله قال لا يصحبنا بعير ملعون أو ناقة ملعون إذا كان لعن البهائم محرب كيف الإنسان يلعن مسلم كيف الإنسان الآن عنده يعني شجاعة أنه يلعن مسلم أو مسلمة أو يسب مثلا ذلك المسلم يطحر لسانه و يزكي نفسه من مثل هذه الألفاظ و المفردات و مثل هذه الأخلاق السيئة و يجب على كل امرأة أن تصبر يعني امرأة تزوج عليها زوجها يعني تصبر هي أمام أمر واقع يعني أقل شيء تعتبره مرض و الإنسان مع المرض يقتل نفسه و إلا يصبر على المرض و يتعامل معه و يتعايش مع المرض مثلا و إلا المرأة يعني تستجيب لله و لرسول الله و ترضى بقدر الله و ما تدري الخير وين و الله بعض الناس ما يدري الخير وين يمكن هذا التعدد هذا خير لهذه المرأة و ما تدري فالمقصود أن الإنسان يبتعد عن مثل هذه الأخلاق و لا و الله يعني أنا آسى على بعض الناس اللي ما شاء الله أهل صلاة و ذكر و قراءة قرآن لكنهم و العياذ بالله اللسان هذا هو اللي يحصد هذه الحسنات حصد حصد لا وين يوديها للثاني اللي ناقم عليه و حاقد عليه و يعني ما يرغبه مثلا الحسنات اللي يأخذها تروح لهذا يعني ما شفت مفلس مثل هذا الإنسان يأخذ حسنات و يروح يطعم في الناس و يغتاب الناس و يلعن الناس و تروح حسنات لهذا و لذلك أنا أوصي الأخت الثانية أنه أيضا ما تتعامل لأن أحيانا إذا تعاملت بنفس الخلق خلاص ما حصرت خير و ما حصرت أجر لكن تصبر و تحتسب الصبر يا أخواني عبادة و عظيمة من العبادات الجليل التي أحبها الله عز وجل فالمقصود يا أخت الفاضلة بأن يعني هذه النصيحة اللي طلبتها يعني هذه يكفينا فيها قول الله و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و صلى الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين أم صهيب من العراق تقول والدي توفي و جعل ثلث من بيته صادقة جارية كتب ورقة لأختي الكبرى تقول أنا عندي أولاد ما زوجته و ما عندي قدرة مالية هل ممكن أزوجه من هذا الثلث أختي أم صهيب بارك الله فيك و رحم الله والدك و غفر الله له و جعله في جنات النعيم بالنسبة للثلث الذي تركه الوالد من البيت و قال لأختك و كتب هذا هذا يجب عليكم أن يعني تعزلوا هذا الثلث و تفرزونه و تجعلونه في أبواب الخير للوالد لأنه أراد أن يبقى الأجر له بعد وفاته يبقى الأجر له بعد وفاته فهذا الثلث لا يجوز للإنسان أن يكتمه و من يكتم هذا الثلث فإنه آثم قلبه و صانع في نفسه أمرا سيحاسبه الله عز وجل عنه يوم القيامة مسألة الثلث هذا يصرف في أبواب الخير يصرف في أبواب الخير من أبواب الخير مثلا بناء مسجد إذا كان والله المبلغ كبير من أبواب الخير حفر عبار في المناطق الجافة اللي يعاني أهلها من شح الماء مثلا من أبواب الخير شراء المصاحف مثلا وضعها في المساجد من أبواب الخير شراء دواوين السنة و كتب السنة مثل البخاري و مسلم و موطأ مالك و مسند أحمد و السنن الأربع و جعلها في مسجد أو إعطائها لطلاب العلم أو مكتبة عامة و وقفية مثلا هذا خير من الوقف اللي ذكرته أنا قبل قليل الوقف الطبي يمكنك يا أم صهيب أعتقد بأنك شفتي أو استمعت إلى جوابي ما يسمى بالوقف الطبي يبقى الآن الكلام على تزويج الأولاد هل تعطين أولادك من هذا؟ الجواب نعم لكن بشرط أن لا يستخدم استخدام عبثي أو استخدام في باب التحسينات أو الكماليات لا تأخذين منه مثلا لتزويج الأولاد المهر مثلا تقول يعني تتفقين أنت و خواتك أنه ممكن يعطون لأنه فقراء و محتاجين ما عندهم قدرة يريدون الزواج مثلا يؤخذ منه للمهر تأخذون المهر أما قضية الحفلات والفشخرة والتباهي هذا ما يجوز هذا ليس عملا صالحا و نحن قلنا بأن الثلث في الأعمال الصالح و لذلك تزوجين عيالك تسويين حفلة عائلية عائلية مختصرة ما في داعي الحفلات هذه اللي فيها مبالغات تأخذين منها ألا ما يتعلق بالمهر ما يتعلق بالحفلة البسيطة مثلا اللي عائلية ما ممكن بشرط أن يتفق أن ينوافق جميع الورثة بارك الله فيك عبد الملك من دبي بارك الله فيه يقول ما حكم فسخنية الصيام صيام القضاء قبل الفجر حكم ذلك عبد الملك بارك الله فيك و رضي الله عنك الجواب يجوز ذلك يجوز للإنسان الذي نوى من الليل أن يصوم الغد ثم قبل الفجر قبل أن يدخل على الفجر نوى عدم الصيام فسخنية يجوز له ذلك لكن لا يجوز إذا دخل عليه الفجر لأنه تلبس بالصيام الآن لم يتلبسه بالصيام فيجوز له ذلك أمت الله من العين تقول أمي عندها بنتخالتها في الزمان القديم ما كانوا يعرفون الزوج و يظهر بأنه كان يعني على غير السنة و على غير كذا تقول هذه المرأة توفيت هل ندعو لها نعم يا أخت الفاضلة يعني يدعى لها نصلي على كل من قال لا إله إلا الله و نصلي خلف على كل من قال لا إله إلا الله فهذه الأنت تقولين بأنها بريئة و أنها ما كانت تعرف و لك و تم تعرفون اجتهدوا في الدعاء لها بارك الله فيكم اجتهدوا أيضا في أداء الحقوق التي لله عز وجل مثل الحج عنها إذا ما حجت العمر عنها إذا ما اعتمرت القضاء الصيام الواجب عليها إذا كان عليها قضاء صيام واجب مثلا و كذلك الأداء الحقوق التي للآخر عموما تدعو لها بارك الله فيك أمت الله تقول أنا يعني يوم فجر يوم الجمعة أقرأ السجدة و الإنسان تقول في الفجر الماضي تقول عكست قراءة الإنسان أولا ثم السجدة ثانيا تقول سجد قبل السلام سجدين السهو ماذا علي أختي أمت الله بارك الله فيك ما كان ينبغي لك أن تسجد لي السهو قبل السلام لأنك مرتكبت خطاء مرتكبت خطاء لماذا لأن قراءة ما زاد عن الفاتحة في صلاة الفجر في الركعة الأولى سورة السجدة و في الركعة الثانية سورة الإنسان سنة سنة مستحبة و ليست بفريضة واجبة حتى تسجدين للسهو إذا قلبتيها مثلا عموما أرجو الله تعالى أن يقبل صلاتك ولا شيء عليك لكن مستقبلا لا تفعلين هذا الفعل أنت اجتهدتي و زدتي في الصلاة أنا أرى بأنك زدتي في الصلاة سجدتين لكن مستقبلا ما تفعلين إذا عكستي مثلا أو ما قرأت السجدة والإنسان مطلقا ما عليك شيء ولله الحمد والمن أمت الله تقول أنا حاجة إلى مكة والمدينة خمسة أيام هنا و خمسة أيام هنا تقول يعني أخشى أن تأتيني الدورة ما العمل أختي أمت الله بارك الله فيك طبعا أنت أدرى بنفسك أنت أدرى بنفسك وأدرى بالحالة التي ستكون عليها في مكة فإذا تقولين والله أنا أخشى أنني تأتيني الدورة مثلا يعني تغتسلين وتدخلين بتنوين الإحرام وتبقين حتى تطهرين إذا كان عندك القدرة على البقاء أما تقولين لا والله أنا ملتزم بحجوزات ولا أستطيع وأنا أخشى غير متأكدة اشترطي أحرمي و اشترطي قولي لبيك اللهم عمره فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني كما يعني جاء في الحديث وهذا الراجح من أقوال أهل العلم جواز الاشتراط حتى للمرأة التي تخشى نزول الدورة لماذا؟ لأن الحال تغيرت طبعا بعض العلماء يقول هذا ما يكون إلا في المرض ما يكون إلا اشتراط إلا في المرض لكن الذي يظهر خاصة من يعني ينظر في أحوال الناس الآن الآن حجوزات وترتيبات وعمل ووظائف يشق على الإنسان فإذا أنت تقولين حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يعني تنقضين الإحرام أو تعودين هذا متى إذا ما عندك إمكانية أما إذا عندك إمكانية أو جاءتك مثلا جاءتك مثلا قبل العمرة ثم وجدت فرصة أنك تعتمرين هذا لا شك أنك هذا هو الواجب هو الأولى أنا أتكلم عن حالة العجز عندك في البقاء هناك اشترطي عند الإحرام يا أختي أمت الله نورة من السعودية تقول أنا أعرف بأن النوم على البطن مكروه لكن أحيانا أنام يعني أهل آثم أختي نورة بارك الله فيك نعم نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم على البطن ومر على رجل نائم على بطنه فحركه برجله وقال هذه ضجعة يبغضها الله هذه ضجعة يبغضها الله لذلك ما تنامين على البطن إلا في أحوال الحالة الأولى عدم الإدراك يعني أنت نائمة وتفاجأت استيقظت وأنت على بطنك ما عليك شيء الحالة الثانية الحاجة والضرورة مثل بعض الناس يكون مريض مثلا أو تجرى له عملية مثلا معينة ويطلب منه يطلب منه الطبيب أو تطلب منها الطبيب أن تنام على بطنها هذا لا حرج فيه أما الاختيار للإنسان ينام على بطنه اختيارا هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل ما ينام المسلم على بطنه إلا مثل ما ذكرت الحالات التي استثناها الشارع الحكيم نورة من السعودية تسأل تقول في العمرة أكشف وجهي ولا لا تقول ما أدري أنا أخاف أنه حرام ولا شيء تقول لأن النقاب ممنوع أختي نورة بارك الله فيك صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين والنقاب هو غطاء الوجه الذي فيه نقب للعينين هذا هو النقاب الذي تظهر المرأة عينيه هذا محرم على المرأة ومن محظورات الإحرام لكن وضع الغشاء والغطاء على الوجه ما في شيء فوجه المرأة كبدن الرجل ولذلك إذا غطيت وجهك ما عليك شيء ما ارتكبت محظور المحظور أنك تضعين النقاب هذا هو المحظور بارك الله فيك ولذلك عندك فسحة في هذا ولله الحمد والمن أم عبد الرحمن من الشارقة تسأل تقول بالنسبة للشخص إذا قتل ظلما هل يدخل الجنة أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك أولا لا بد أن نعلم بأن القتل قتل العمد هذا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام والله جل وعلا رتب عليه عقوبات قال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيم نسأل الله العافية والسلام صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنه بين حرمة سفك الدماء بغير وجه حق وجاء هذا من أوجه متعدد ومنها ما جاء في سنن ابن ماجة من حديث ابن عمر بإسناد لا بأس به أن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الكعب المشرف قال ما أعظمك وأعظم حرمتك ولكن حرمة المسلم حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة وأيضا جاء لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ما لم يصب دما حراما ولذلك القتل وسفك الدماء عدوانا وظلما هذا من أكبر الكبار قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون في الصيحي من حديث ابن مسعود قال قيل يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك فالقتل العمد هذا والعياذ بالله يأتي بعد الشرك بالله من حيث يعني خطورة الذنب نعوذ بالله نسأل الله العافية أما قتل الخطأ هذا ذكره الله عز وجل في القرآن وهو أن يربي الإنسان شيئا ويقتل فيه معصوم مثلا هذا فيه الكفار والديه بالنسبة للإنسان الذي يقتل ظلما تكلم في هذا أهل العلم والذي يظهر والله تعالى أعلم أن من قتل ظلما فهو شهيد من قتل ظلما يعني قتل لا لسبب ما في سبب ولم يبيته النية لقتل أخيه وإنما بريء ثم اعتدي عليه وقتل ظلما وعدوانا يعني نص كثير من أهل العلم على أنه من الشهداء نص على هذا كثير من أهل العلم على أنه من الشهداء انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا على خير بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته